دي انفيزبل مان وكده اوعى الافكتس يا بالحج احداث فيلم دي انفيزبل مان بيحكي قصة سيسيليا اللي بتنجح اخيرا في الهروب من جزها العنيف والمسيطر وبتنجح كذلك في الاختفاء عنه لفترة من الزمن رغم انها بتعاني خلال الفترة دي من الاثار النفسية للفترة اللي قضتها معاه لحد لما بيجي لها خبر سعيد بان جزها انتحر وانها كمان ورثته واخيرا بتبتدي تتصور ان حياتها حتتحرك بحية الاحسن لحد لما بتبتدي تختبر ظواهر غير طبيعية بتؤكد لها ان جزها ممتش وان سيطرته عليها ما انتهتش فيا ترى ايه اللي حيحصل لما سمعت عن الفيلم دا وشفت التريلر بتاعته مقدرش اقول اني كنت متفائل قوي لاني كنت فاهم غلط انه جزء جديد في السلسلة بتاعت يونيفرسل بتاعت الشارد مونستر يونيفرس بتاعهم دا واللي ابتد بفيلم دمامي في سنة 2017 وكانت تجربة قصية جدا وسيئة جدا لان الصراحة الفيلم دا لو كان ينتمي لنفس السلسلة فنقدر نقول ان دمامي دا نشال ومتحرش اتمسك في اوتوبيس وبعدين جه اخوه الدكتور عشان يضمنه لان فعلا فيلم The Invisible Man فيلم محترم جدا وجيد جدا على عدد كبير من الاصعضة ويمكن دي تكون النقطة الاساسية اللي لفتت نظري واللي اثارت اعجابي وانا بتفرج على الفيلم وحتى وانا بفكر فيه بعد ما خرجت من السينما لانه فعلا بيشتغل على عدد كبير من الابعاد البعد الرئيسي بتاعه هو بعض القصة الشيء السهل المباشر اللي الناس المفروض تخش تستمتع به وده شيء في تقديري الشخصي مضمون لان فعلا الفيلم شايل نفسه على مستوى القصة مش لازم تكون شاغل بالك وانت بتتفرج بالرعب فين مش لازم تكون شاغل بالك وانت بتتفرج بالرسالة فين او ايه اللي موجود ما بين السطور الحقيقة لو الفيلم كان بعد عن امور الرعب وعن فكرة ان احنا عارفين ان احنا بنتكلم عن شخصية من المفترض ان هي وحش جزء من سلسلة والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي برضو الفيلم حيفضل قايم على حيله حيفضل صالح للاستمتاع وبإقاع جيد جدا وبفصول موفقة جدا ومن غير ما نضيع وقت اكتر من اللازم في امور احنا عارفين انها مهروسة لان الفيلم على مستوى البناء الرئيسي القصته ممكن يفكرنا بفيلمين او الحقيقة فكرني انا شخصيا بفيلمين الفيلم الاول هو بتاع جوليا روبرتز بتاع الزوجة اللي عاوزة تهرب من سيطرة جزهة وبعد كده بنخش في مطاردة والامور بتاعة تجربتها في طريق الاستقلال او في طريق الخلاص والفيلم ده بيتشابه مع فيلمنا النهاردة في ابعاد كتير والفيلم التاني هو فيلم شفناه من قريب فيلم انسين من اخراج ستيفن سودربرج واللي كان بيدور عن واحدة بتختبر ظواهر غير طبيعية وبتؤكد انها ضحية لشيء معين رغم ان المجتمع اللي حواليها كله بيرفض النقطة دي وبرضو الفيلم ده بيتشابه في الاتنين ولكن ما هرسهمش ما ضيعش وقت اطول من اللازم وهو بيستهلك او هو بيهرس او هو بيستنفذ الناحيتين دول من قصته مركز معاك اكتر في انه مبدئيا بيشير معاك الحقيقة بدري يعني انت كمشاهد بتعرف كويس قوي اللي بيحصل ده عبارة عن ايه ومنظور بطلتنا عامل ازاي وبناءا عليه كل الامور اللي بتحصل بعد كده مفهومة وعشان هي مفهومة هو ما خدش معاها وقت اطول من اللازم طرح عليك انت كمشاهد اسئلة تانية ممكن تبتدي تفكر فيها او تنشغل بيها اسئلة زي ازاي ومين معانا ومين مش معانا وايه هي النقطة اللي ممكن نستغلها عشان نثبت الاتجاه بتاع الاحداث الحقيقية اللي احنا عارفينها انا هنا بحاول اني محرقش اكتر من اللازم خصوصا وان التريلر بتاعت الفيلم كانت ذكية في كذا نقطة على فكرة التريلر بتاعت الفيلم كدبت علينا في تفصيلة او اتنين عشان نجيب من الاخر في كلمتين تلاتة مش موجودين في الفيلم في مشهد تقريبا مش موجود في الفيلم وعشان كده كل دي تفاصيل تخلي الفيلم ده من الافلام اللي ببقى حريص جدا اني محرقش فيها اكتر من اللازم وانا بتكلم لان تجربة المشاهدة زي ما بنقول بتتحيز لجانب معين بتتحيز لمنظور معين وبتبتدي تطرح او تزرع جوه مخ المشاهد عدد من الاسئلة اجدى ان هو يبتدي يفكر فيها او انه يبتدي ينشغل بيها وده كده الصعيد الاول اما الصعيد التاني فهو صعيد الرعب لانه يعتبر من التصنيفات الرئيسية من الفيلم فما ينفعش ننكر وجوده ما ينفعش ما نتكلمش عنه وعلى فكرة هو موفق جدا وجيد جدا ومتنوع في نفس الوقت وكعلامة طمأنينة للناس اللي ممكن تطق في رأيه يعني هو ما بيخوفش اوي مش صادم اوي حتى مشاهد العنف بتاعته مش دموية اوي مش هتزعى للناس اوي الرعب اللي بيشتغل اكتر في الفيلم او اللي عجبني انا شخصيا هو الرعب النفسي الرعب بتاع شخصيتنا بمجرد لما بنبتدي نحس انها مترقبة او ان في حد بيبص عليها وشغل الكاميرا في النقطة دي كان هايل جدا 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 لغاية لما التربص ده او المرقبة دي بيتطور خطوة عن التانية وبنبتدي نطرح اسئلة والفيلم بيبتدي يجاوب لنا على شوية منها ويخبي شوية عننا مش حاجة دي بعليكو برضو في خطات جوه الفيلم مش كتير اوي ومش صادمة اوي ومش صعبة اوي وما اقدرش اقول انها مقحمة في نفس الوقت بالعكس هي متوظفة بشكل كويس وبتساعد كتير اوي في بناء خطوات تطور احساس شخصيتنا تجاه الظواهر اللي بتقابلها وتطور حالتها النفسية لان ده شيء مهم جدا في سياق الفيلم فكرة احنا نفسيا نبتدينا منين ورحلات الصعود والهبوط بتاعتنا شكلها عامل ازاي وحتة ان احنا بنبتدي نترقب وبنبتدي نرائب اوي او ننتظر اوي هو احنا حنرسي فين في الاخر شخصيتنا دي ما صرها رايحة لايه في النهاية مفيش اعتماد كبيرة اوية على المؤثرات البصرية ما اعتقدش انها كانت معقدة على الاطلاق يعني ما تختلفش كتير عن اللي انا عملته في المقدمة بس على نضافة شويتين وعلى ايد ناس فهمة هي عارفة بتعمل ايه شويتين يعني ولكن عنصر الرعب الحاجة اللي ممكن تأخذ عليه مش فيه هو شخصيا ولكن في الاثر بتاعه لان احنا عشان احنا في ايد مخرج عارف هو بيعمل ايه اللي هو اللي وانال اللي شوفنا له من فترة قريبة برضو فيلم ابجريد وتأكدنا من انه مخرج عارف هو بيعمل ايه ومحى تماما الذكرى السيئة اللي كانت عندي انا شخصيا انتجاه فيلم انزيديس اللي ما عجبنيش على الاطلاق فبناءا عليه الراجل ده عشان يعمل فاهم كويس اوي ان فيه بناء فاهم كويس اوي ان فيه احتراق بطيء لازم يحصل فاهم كويس اوي ان فيه تمهيد لازم يحصل وبناءا عليه بياخد وقته في ده بشكل كويس الوقت ده في رأيي انا كان ممكن يتم الاستفادة به بشكل اكبر في الصعيد الاول اللي هو صعيد القصة لان الحقيقة احنا عندنا شوية فجوات وانا بقول فجوات ممكن احب اسميها فجوات واضحة ولكن في نفس الوقت مش عايز اقول عليها كارثية لان برضو احنا بنتكلم على مستوى مرتفع شوية جماعة خلوا بالكو احنا بنتكلم عن الفيلم ده بنتكلمش عن فيلم رعب تقليدي بنتكلم على فيلم رعب راقي شوية جيد شوية حقيقي بيرفع مستوى تفكيرك شويتين بيخليك وانت بتتفرج بتسرح في حاجات مختلفة بيخليك تتواصل مع الشخصية بشكل كويس جدا فلما اجي اقول فجوات انا بقول فجوات على المستوى ده مش فجوات اللي هو نظام حاجات تدحك يعني ما هياش كده على الاطلاق وزي ما بقول هي فجوات صالحة جدا لان يتم سدها لان يتم التعامل معاها بس فعلا زمن الفيلم ما كانش يسمح بدا كله لانه مشغول في الاساس بالقصة وبعدين عاوز يقدم لك رعب وبعدين عاوز يدعم بقى الصعيد التالت والصعيد التالت زي ما قلت كده هي رحلة البطلة وده الجزء اللي الفيلم بيلمس فيه مع اتجاه بتاع الفيمينزم اللي انا كنت انتقضت طريقة التعامل معها في فيلم بيردزوف بري والمرة دي انا موجود الحمد لله السينما بتنجدني عشان ادعمها جدا 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 في فيلم The Invisible Man تعالوا نفكر حتى من بداية اسم الفيلم الفيلم اسمه The Invisible Man ولكن القصة اللي احنا بنتعامل معها هي رحلة امرأة هي رحلة امرأة بدأت من مكان طبيعي جدا ومبرر جدا مليان خوف ومليان رعب ومليان تهديد ومليان ضعف ومليان فقدان ثقة ومليان ناس بتحاول تساعدها رغم ان هي شخصيا ممكن تكون بتساعدش نفسها لغاية لما الموضوع بيتضخم عليها وبيبقى حملة قيل جدا وبيساعد بشكل قوي في انها حقيقي تتحرر في انها حقيقي تبتدي تخوض رحلة في اتجاه انقاذ نفسها مفيش راجل بينجدها مفيش راجل بيمدلها ايده مفيش قدرات محناش عارفين جات منين مفيش حاجة غير قابلة للتصديق اي امرأة في الدنيا في موضع تهديد في موضع ضعف ممكن من خلال الفيلم ده تشوف رحلة للخلاص اللي ممكن تصدقه ويفضل برضو في علامات استفهام على القصة اللي انا قلتو ده ما بيحرقش حاجة عشان نجيب من الاخر يعني لسه القصة فيها طبقات القصة فيها حاجات كتير نختبرها الرحلة دي افضل طريقة لتبينها من خلال احداث الفيلم هي القدرات التمثيلية بتاعت اليزابيث ماص واحنا بنتكلم على حد تقيل اوي اوي في فيلم عنده حاجات كتيرة يعملها عاوز يخوفك وعاوز يدي قصة ممكن نتسلى بيها وعاوز برضو يستعرض شوية قدرات بصرية وعاوز يستعرض شوية حاجات وعاوز يعمل لك شوية لحظات اكشن وعاوز يدي لك حاجات كتير قوي فبناءا عليه ما هواش مدي لها او مش مدي لوشها الكاميرا بنسبة 100% علشان تبتدي تقول لك لا والله انا مش مجنون انتو اللي مش مصدقيني وكلام زي هادا الحاجات اللي هي مهروسة زي ما بقول الفيلم بيتجنبها لان احنا عندنا رحلة تانية اهم رحلة تانية اقوى رحلة تانية اكثر اقناعا رحلة من اضعف الاوقات لرحلة متخبطة جدا او لطريق متخبط جدا من الصعود والهبوط لغاية لما بنوصل لخط النهاية لان احنا ما عندناش طريقة نتبين هو رايح فين وبناء عليها جماعة من هنا ورايح واحنا بنتكلم عن اليزابيت موس لازم نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ممثلة لها وزنها الثقيل جدا وهنا لازم بقى اوضح موقع الفيلم ده من خطط يونيفرسل بتاعت الشيرد منستر بطيخة يونيفرسل اللي كانوا بيعملوه ده الحمد لله يا جماعة الناس عقلت وقررت ان انسب طريقة للتعامل مع الشخصيات بتاعت المونسترز او الوحوش بتاعتهم هي ان احنا نجيبهم في الزمن المعاصر ونقدم من خلالهم قضايا معاصرة والفيلم ده كفيلم مستقل بنائش قضية معاصرة بتدور في الزمن المعاصر اعتقد انه كان ناجح جدا وموفق جدا في التعامل مع ابعاده الثلاثة في قصته الجيدة والممتعة واللي بتتحرك بايقاع هايل جدا على الرغم من وجود بعض الفجوات على مستوى الرعب وعلى مستوى الاستعراض التقني والفني زي ما قلت في حركة الكاميرا وفي الموسيقى التصورية اللي بتتطور مع التطور الحالة النفسية بتاعت بطلتنا ومع المواجهات اللي هي بتخدها وعلى مستوى القضية اللي ممكن تكون مش باينة قوي على الشكل المباشر ولكن مفيدة جدا على المستوى الزهني وبناء عليه تقييم الفيلم دي انفيزبل مان هو 8 من 10 واتمنى ان الخطط بتاعت يونيفيرسل لاجزاء تانية منه وعلى فكرة نهاية الفيلم بتدي مقدمة لحاجة زي كده ان وارد ان يكون فيه اجزاء تانية منه تكون فيها درجة كبيرة من الوعي علشان الدنيا ما تقعش بينا في فخ الاسترخاص كالعادة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك توتر ونيمو بوديو وبي باي